موسيقى أنا اسمي غسانة مشنب صاحب مصنع جيتس ملابس أطفال إحنا متخصصين بملابس الأطفال بشكل عام يعني بانطلون تي شيرت سويتشير ترينيج يعني بشكل عام معظم حقا يعني لبس الأطفال طبعا تصنيع مصري مصنعنا هنا في العبور والله إحنا أول ما قيت مصر وتعرفت على ديفيلي كيدز زرته ويعني أنا بعتبره من المعارض النجحة يعني من أفضل المعارض اللي إحنا شاركنا فيها في قمرية مصر قربنا أول تقربة كانت عندنا من ثلاث سنين تقربة نجحة هي المعارضة بشكل عام بتعرف المحلات أو التجار الجملة على المصانع العميل اللي في مصر كلها حتى حتى لا هي بتجمع كل المصنعين أو كل التجار تحت سقف واحد بتسهل التواصل بين المصانع والعملاء المحلات ومكتاب الجملة أنا أصلا يعني جديد في مصر أنا بقالي ثلاث سنين وبقالنا ثلاث سنين معهم يعني من أول ما قينا مصر وإحنا بنشارك معهم إحنا الأصل كان يعني لغاية دلواتي عندنا مصنع بالصين تعرفنا على السوق المصري من خلال الصين كان عندي عمل كتير كنا نصدر لمصر بعد ما صار قفل للمستورد وتشجيع الصناعة المحلية فدخلنا السوق المصري كصناعة والحمد لله الأمور تمام يعني يعني في مقومات في مصر التشجيع للصناعة يعني كل حاجة تماما يعني أنتو بتشاركوا لأول مرة من ديفيلي كيدزوس إحنا بقالنا ثلاث سنين ثلاث سنين آه كل سنة مرتين نشارك مع مست الحسام اللي هو ديفيلي كيدز وهو يعتبر من أنقح الديفيليهات اللي تقام في مصر يعني أنا بعتبره ناقح ما شاء الله يعني موسيقى 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 موسيقى